أهلا وسهلا بي حضراتكم وجدد لكم التحية وعايز أبدأ معاكم الحقيقة بداية مهمة جدا في تصرحات أيضا هامة جدا اليوم لأركان النظام هي احنا نقدر نقول أن العشر سنوات الماضية سقطت الكثير من الميدين والقطاعات في مصر بدءا من ميدان السياسة مرورا أيضا بالقطاع الصناعي والاستثماري والزراعي هي احنا لم نرى بأي حال من الأحوال والحقيقة يقال القارئ في التاريخ المصر المعاصر منذ عصر الرئيس محمد نجيب وعصر الرئيس عبد الناصر مرورا برئيس السادات ومبارك ومرورا بثورة يناير والمشير تنطاوي وأيضا الرئيس محمد مرسي وأيضا عدل منصور وصولا إلى رأس النظام الحالي ممكن جدا تقدر حكت قدام سبعين سنة ما بعد اتنين وخمسين تعرف أن العشر سنوات الحالية حقيقة مصر فقدت فيها أشياء كثيرة فقدت ريادتها في مطات الشرق الأوسط فقدت قوتها العسكرية قوتها الاقتصادية فقدت أيضا قوتها الأفريقية مصر في النهاية بلد حضاري يقود ولا يقاد مصر فقدت السيادة وتحولت إلى التبعين مصر فقدت أهم حاجة وهي غذائها النهاردة حضرتك البلد رقم واحد على مستوى العالم في استيراد القمح هي مصر ليست يعني الصين وليست الهند وليست أمريكا وليست أي دولة أخرى من جلدش ولا اندونيسيا ولا ماليزيا ولا أي دولة يعني فيها الملايين من البشر للأسف مصر البلد الزراعي يعني هي الآن بتعاني في كل القطاعات إنما الغذاء تعرفين حضرتكو يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي النهاردة مصر بتعاني الكثير جدا من الجفاء والجفاف بالأمس التصرحات التي قالها سامح شكري أن مصر من أكثر دول العالم جفافا قلت لحضرتكم إن منظمة الصحة العالمية والأغذية العالمية الفاو حتى للمواطن الطبيعي ألف متر مكعب من المياه ده حقه عشان يقدر يعيش احنا في مصر خمس موة تلاتين متر مكعب يعني قربنا النصف تماما في ظل هذا كله نأتي اليوم أركان النظام وزير الزراعة وأيضا رئيس الحكومة وأعدين بتكلموا على افتتاح شركات ومصنع للسماد الكيميو طبعا المفروض نفرح في إطار أي إنجاز أي تحقيق أي إنجاز على الأرض نفرح إنما الكلام اللي تقالي النهاردة الحقيقة يخلينا نزعل ونزعل قوي لأن على ما يبدو هؤلاء يعيشون في برج آخر برج عاجي في وادي آخر مستحيل الآن بالأمس وزير خارجية مصر يصرح أن مصر أكثر دول العالم جفافا مستحيل إحنا بعد ما صرحنا وشارعنا بناء سد النهضة وحصة مصر المائية مهددة تتناقص من 55.5 مليار متر مكعب إلى 30 مليار متر مكعب النهاردة نتحدث عن إصلاح 3.5 مليون فدان في الصحراء خلونا نشوف هذا التصريح ونرجع للتلاتة ونصف مليون فدان إحنا بنسابق الزمن عشان دول يخشوا الخدمة في أسرع وقت ممكن وأنا الكلمة اللي حقولها للحكومة وحقولها للقوات المسلحة وحقولها لوزارة الداخلية وحقولها حتى للجامعات من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس والجامعات للمشاريع دي اللي يمكن يعني البعيد قوي تشكه والقوات المسلحة توفر الوسائل هي برضو القصة كلها فرجة قصة رحلات لطلاب المدارس قصة اللقطة الصورة طفين الإنجاز يعني أنا نفسي أفهم النهاردة 3 مليون وصف الدان اللي بنتكلم عليهم وعايزين طلاب المدارس يروحوا يشوفوهم فين دي كلها مكتات يعني كلها لسه مشروعات وهمية كرتونية على المكتات وعينها يبدو مجموعة أسئلة طبيعية منطقية هو فين المليون ونصف الدان اللي اتقال عنهم من 2014 أين هم يعني من 2014 لـ 2023 عندك كم سنة كده ندخلين حضرتكو على أيضا حوالي 9 سنوات لم يتحقق منهم شيء أو من النهاردة أتكلم على إنشاء 3.5 مليون فدان وحيبدو السؤال المنطقي جدا طيب الثلاثة ونصف مليون فدان في ظل الآن الجفاف وفي ظل مهددات إثيوبيا وسد النهضة ونحص المائية تتناقص لمصر أنا عندنا في مصر 9 مليون فدان السؤال النهاردة حضرتك بالنسبة ليه الخبر اللي قدامنا ده إن زراعة مليون فدان و 328 ألف بيحتاجوا 5 و 3 من 10 مليار متر مكعب من المياه سنويا ده حضرتك في 2016 واللي أعلانه واللي أستاذ حمد كامل ومنشور في جارية الأخبار منشور في جارية الأخبار بمعنى كده حضرتك لما يكون المليون و 300 فدان محتاجين 5 مليار و 300 متر مكعب بمعنى كده لل 3 مليون و 0.5 فدان محتاجين على الأقل 12 مليار متر مكعب النهاردة بيقولك أنا حعمل معالجة لمياه الصرف الزراعي طب المعالجة دي ساعتك في المحطة المحطة اللي ساعتك النهاردة عملها من المحطة الرئيسية في الحمام اللي بتاخد من أكتر من 10 محطات المحطة دي ممكن تنتج كام في السنة ده كان الاحتياج الرسمي لـ 12 مليار متر مكعب من المياه عشان أقدر أن أنا أروي 3.5 مليون فدان طب النهاردة ساعتك انت بتقولنا نعمل محطات صرف محطة الصرف ممكن تطلع كام في السنة شوف ساعتك قد أيضا في الأخبار والأخبار اللي أستاذ حمد كامل نفسه في 2022 راجل لسه هو في باله سنة بيتكلم على إنجاز جديد محطة معالجة مصرية بمواصفات عالمية في الحمام في الدلتة الجديدة دي ساعتك بيتتنفس بـ 7.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي يوميا 7.5 مليار متر مكعب تتكلم النهاردة ساعتك مثلا على لو قلنا 7.5 مليار في 30 يا راجل هيجيب لك 200 مليار متر مكعب في 12 هتبقى تعمل 2 مليار أنت ما حصلتش حاجة أنت عايزي 12 مليار إذن من حيث المبدأ هذا الموضوع وهذا المشروع مشروع وهمي مشروع كرتوني أنا ما جيش في الفترة دي ومصر بتعاني من العطش ومصر تعاني من العجز المائي وتعاني من الفقر المائي ولسه الملء الرابع لسد النهضة اللي حيهدد مصر ده أنت عندك إيه مشكلة أخرى التسع مليون فدان لا قدر الله كما قال معظم الخبراء ومنهم الخبير الواطني الأكاديمي الدكتور محمد حافظ أكتر مرة ردد معنا إن لو تم الملء الرابع ده أنت عندك التسع مليون فدان الحاليين ممكن تلاقي منهم فقط لليهم ماي 4 مليون فدان 5 مليون فدان مهددين أصلا اللي هي الأرض الزراعية المصرية نقوم من النهضة نروح نبيع الوهم ونطلع على السحرة ونقول إن حنعمل وحنعمر السحرة وده مشروع المستقبل وخلوا الأطفال يروحوا يشوفوا في السحرة كلونا نشوف ماذا قال أيضا اللي بيسمعني دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بنكلم في مشروع بسيط وطلباته من المية أو طلباته من الأسمية ده دكتور مصطفى حتبقى ضخمة جدا أنا بغض أنا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع ده موضوع تاني خلاقة لكن أنا مش كده حوالي خمال 14 يعني أنا بتكلم بس للناس تسبع ده لأن الأرقام اللي بتتعامل بيها المحطات دي والمشاريع دي أرقام كبيرة قوي لكن احنا ما عندناش خيار تاني لا في الحياة احنا عندنا خيارات وانا عندنا خيارات كثيرة جدا جدا كان منها الحفاظ على نهر النيل وحصتنا من نهر النيل كان منها أيضا ان احنا نستفيد من المراكز البحوث الزراعية في بعض المحاصيل الزراعية اللي هي بتعيش على مياه صغيرة أو مياه بكميتها قليلة عندنا حلول بس الفكرة ان للأسف الشديد ان احنا في مصر لا نؤمن بالعلم ولا بالعلماء ولا نؤمن بالمساشرين والخبراء فقط الذي يفكر وحيدا منفردا رأس النظام يعني هو لا يؤمن مطلقا ولا حواليه لجان السشارية ولا لجان زراعية علمية اطلاقه اكما عندش خيارات مين قال ما فيش خيارات مين قال النهاردة ان انا روح استصلح 3 مليون ونصف الدام وعمل 15 محطة معالجة مياه واصرف على المحطة قرابة 60 مليار جنيه والنهاردة مفيش انتاجين ولا حيتوفر المياه النهاردة ساعتك نشوف الآن دي الاخبار ايضا جيدة الاخبار ان استيسي اعطى اشارة البدء بتنفيذ ادخل مشروع زراعي في العالم وتقول الحكومة اهمية بلاجة في التوسط وبانشاء محطات المعالجة ومن اهم المحطات المعالجة اللي هي محطة الحمام دي بمحول الضبعة بتكلفة حوالي 60 مليار جنيه باجمال طاقة انتاجية 7.5 مليار متر لو كنا عفل اليوم من المياه المعالجة الثلاثية اذا ساعتك النهاردة المحطة بيتكلفك 60 مليار جنيه لما اتكلمني على حوالي 15 محطة معالجة مياه ادرى 15 في 60 ده انت تعديد الترليون طب القيمة هناخدها ايه طبيعة الحال والعقل والمنطق يقول ان انت كنت لازم تحافظ على المياه نهر النيل انت لم ت انا بحقيقة يعني والله او اول مرة الخبر ده يعني معرفش ليه افتكرت مع الفارق جدا جدا ان طبعا المعجزة الربانية لما جيه سيدنا نوح ربنا يعني خلاص قسم ظهر قومه الكفر المشركين وربنا قال له خلاص يعني كده كده هيورق الارض بالطفان فربنا وامروا ان هو يصنع يعني في الصحراء السفينة فكان كل القوم يعني يعدوا يصخروا وتهكموا سفينة ايه دي اللي انت هتعملها يا نوح في الصحراء يا فين المياه طبعا كان فيه موجزة ربنا السؤال حقيقة انا لم اقوم لما لقيت النهاردة واحد راح يعني في الصحراء بقولك حصلح ثلاثة ونص مليون فدان مفيش مية انا والله انا قاسب جدا مع الفارق هو لا يمتلك يعني اعجاز الانبياء ليست معهم موجزة نوح وان كانت دعا سابقا انه يعني معهم موجزة سليمان ففهمنا سليمان مشكلة الان جماعة اللي بحصل ده امر خارج النطاق خارج المنطق خارج العقل